مرحبا لمجدد لازمنا في الموردين وخلينا بخلال هذا الفيديو نقوم بعمل حذف على البيانات وضافت لذلك إلى الطباعة العملية جدا بسيطة فأول شيء تحتاج إلى تسمية هذه الكائنات فبالنسبة لإجراء الحذف أو البوتون الخاص في الحذف راح نسميه BTN Delete أوكي وبالنسبة للطباعة اللي هو طباعة ال Grid Control بطبيعة الحال فراح نسميه BTN Print أوكي فأول شيء طبعا راح بدي أتعامل مع الحذف أول أمر تحتاج أنه تأخذ نفس الإجراء اللي إحنا وضعينا بالتعديل هذا نفسي تتأخذ copy أوكي تأخذ نفسي تتأخذ وتبدي ترجع مرة أخرى على الحذف وتضعها داخل الحذف لكن هنا إيش باحتبار أنه عملية الحذف هي تحتبر عندنا عملية مثل ما نقول تحتاج إلى موافقة لأنه هي عملية حساسة فأول شيء نحتاج إلى أنه نقوم بعرض فعلى هذا الأساس نقوم بعرض ونقوم بأخذ الإجراء من عدها بالنسبة للمستخدم فعلى هذا الأساس راح أقول له RS هو result multi أنه راح أبدي أخذ message box dot show وأقوم بإعطاء التكست مالتها أنه هل تريد مثلا حذف البيانات أو مثلا نقول هل أنت خلي تكون عندنا عامل متأكد من هذا مثلا هذا الإجراء أوكي باحتبار أنه لا يمكن استرجاع البيانات اللي موجودة عندي بطبيعة الحال أوكي فما تستطيع أن تقوم باسترجاع البيانات مبدئيا فخلينا نضع عليه فد header معين أوكي هو في الأساس هذا header أوكي خلينا نضع عليه header معين مثلا نقول أنه عندنا إيش إجراء إيش إجراء حدث أوكي ثم مع ذلك نقوم بإعطاءه فد آآ آآ جزء آخر اللي هو إيش اللي نقول له هنا أنا message box آآ بنسبة للbutton راح يكون عندك أوكي أور yes or no يعني عمليات موافقة وإيضا نحتاج إلى أعطاء message box بنسبة للآيكون فخلينا نزل للأسفل نشوف أنه عندك الآيكون راح تكون عبارة عن عملية تحذير أو عملية إيش عملية question عملية سؤال أوكي أو يمكن نخليه تحذير حتى يظهر أنه إجراء تحذير بحتبارا عملية حساسة تمام فالآن أخذنا خلينا ناخذ النتيجة النتيجة مالة هذا المسج بوكس فإما تكون yes or no فقل له هنا أنا if الرس النتيجة راح تكون عبارة عن dialogue result.yes يعني إذا كانت النتيجة yes أوكي فأوكي إنه إجرى عملية الحذف ولا لا تقوم بأي إجراء مجرد هذا اللي تحتاجه نفذ اللي try طبعا الآن ربما إنه هو في الأساس يقوم بهذا الإجراء ولكن يصادف إنه ما في بيانات فرح يبدأ يرجع يفعل لك ال else الخاصة في ال if الآن هو يتحقق ويأخذ الإجراء ثم ينفذ الترا إذا كان في مشاكل في الاتصال في قاعدة البيانات فرح يبدأ ينفذ لك الكاتش على الإرار وبعد ذلك يقوم بأخذ ال id بطبيعة الحال ويعمل check على ال id إذا كان ال id أكبر فأوكي إنه يقوم بإجراء الحذف وإلا إنه ما رح يبدأ يجراء عملية الحذف طبعا عملية الحذف جدا بسيطة يعني إحنا هذا ما نحتاجه طبعا بدلا إنه هو نقوم بعملية الإضافة الاحتيادية نقوم بإجراء عملية الحذف في طبيعة الحال فرح تكون عندك db.entry على إيش على tb add .state يمكن إنه نفعل state ما رح يدي يعني أي مشاكل ونقل له أوكي عملينه delete عليه بهذا الشكل وبدي أحفظ قاعدة البيانات بطبيعة الحال وهذا إجراء جدا مهم أوكي So إنه بالبداية أخذنا permission من ال user لإجراء الحذف أوكي ثم بعد ذلك وضعنا داخل try تحسب إنه كان في خطأ خاص في قاعدة البيانات أو أخطاء أخرى تصادفنا وهنا أخذنا ال id وعملنا check على ال id بشكل الإفتراضي تعودنا عليه وإذا كان ال id أقل من الصفر يعني ما في بيانات أو خطأ في عملية الحذف وطبيعة الحال فرح يبدأ عرضنا لا يوجد بيانات لتعديلها فرح يكون لا يوجد بيانات لحذفها بطبيعة الحال لحذف أوكي لحذفها تمام وبنفس الوقت طبعا تحتاج إلى أنه تقوم بعد أنه تجري عملية الحذف تحتاج أنه تقوم بعمل load على البيانات فرح أبدأ أستدعي الإجراء الخاص في load على البيانات اللي هو load data أوكي هذه البساطة فخلينا نعمل start ونقوم بعملية الحذف أوكي أوكي سو إذن هنا خليني اختار هذا الحق الأخير ونقل له delete هذا هو الإجراء إجراء حذف هل أنتم متأكد هنا متأكد من هذا الإجراء لا يمكن استرجاع البيانات نقل له هنا yes إذن تم حذف البيانات نقل له yes أوكي تم حذف البيانات تمام وده يحدث بشكل مباشر تمام أوكي خلينا نقوم بتصحيح هل أنتم متأكد عندنا هنا متأكد الآن نتجه على الطباعة عمليات الطباعة عملية جدا بسيطة هنا يعني مجرد أنه راح نقل له عندنا grid control grid control dot print إيش print show print preview بهذه البساطة أوكي طبعا هذي هذي الوظيفة show print preview يعرض لك print preview وطبعا هذي جدا مهمة ربما المستخدم يحتاج أنه يطبع صفحة واحدة أو صفحة تين ويقوم بطبع ضمن خصاص معينة فهذه جدا مهمة بطبيعة الحال فطباعة طباعة لل view اللي موجودة عندك هنا يعني إذا انت عامل filter بطبيعة الحال فهو يعمل لك print على view اللي موجودة عندك أو اللي معروضة بطبيعة الحال أوكي